السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في المحاضرة رقم 12 من الكورس اللي بنتعلم فيه أساسيات الإلكترونيكس وهندقل في مرحلة أدفانسد شوية من الإلكترونيكس محاضرة النهاردة بعنوان البي جي دي ترانزيستور ايه هو الترانزيستور؟ بيقول لك يا سيدي عشان انت تشغل لمبة معينة لازم اللمبة دي تدعي حقها من الجهد وتدعي حقها من الطيار بس أنا مش عايز أشغل اللمبة دي مجرد ان هي تقيد وتطفي أنا عايز أعمل بيها شوية حاجات مثلا أنا أتحكم في شدة الإضاءة بتاعتها أخليها تشتغل لمدة معينة وبعدين تفصل أخليها تعمل فلاشنج تقيد وتدفي باستمرار فأنا محتاج حاجات ساعدني على إن أنا أعمل ده فأستخدم مثلا IC تبدأ تتحكملي في وقت التشغيل وقت الإقاف تبدأ تعمللي فلاشنج بيها حاجة زي دي يعني طيب بس بيقولك ان الIC دي يا سيدي لا شرط معين انها تديك الجهد وكل حاجة بس هتديك طيار صغير قوي بمعنى إن الطيار اللي بخرج من الIC دي بغض النظر الIC دي رقمها كام احنا بنتكلم بشكل عام الIC دي طلعت لك طيار صغير سألت الحمل ده والله هي أنا معايا طيار كذا هل الطيار ده هيشغلك؟ قالت لك لا مش هتشغل طيب بس البطارية بتشغلك؟ آه البطارية بتشغل فكل اختصار أنا عايز عنصر يأخذ مني الطيار الصغنان اللي خارج من الIC ده وبعد كده يبدأ يدي للحمل ده طيار كبير منين الطيار الكبير هيجي منين؟ هيجي من البطارية اللي هي أصلا قادرة أن هي تضخ طيار في الحمل ده فالعنصر ده بكل اختصار اسمه الترانزاستور يعني الترانزاستور ما هو إلا وسيط بياخد طيار صغير يمرر طيار كبير بيمرر طيار كبير من العدم كده من مفيش منه ذات نفسه لا من البطارية لازم المصدر بتاعك بقادر إنه يشغل اللمبة دي عشان كده ما هو إلا مفتاح بياخد أشارة كهربية صغيرة يديك هو طيار كبير يعني بدل من أنت تضغط على المفتاح بإيدك ويبقى ميكانيكال لأنت بتدي له إشارة كهربية هو اللي يفتح ويمرر طيار طيب الترانزاستور ده في منه نوعين في منه نوع بيسمه ال-N-B-N وفي نوع بيسموه ال-B-N-B كم أبدأ أحدد الموضوع ده زي؟ بص سيلة في سهم كده صح؟ السهم ده على طول لو خارج من القعدة يبقى N-B-N يبقى N-B-N عايز أعلمها أكتر بمثال أكتر مش همه؟ ثلاث حروف A. ودول كم حرف C, B, E, Collector. وجامع B, B, E. تمام؟ ثلاث حروف. شوفت? ال-N, B, N. هنبدأ ناخدها من فوق. ال-C دي هتبقى أول حرف اللي هي N. ال-Base دي اللي هي B. ال-N متر ده اللي هو N. يعني N, B, N. يبقى ال-B وال-N دي بتمثل ال-Base وال-N متر. تمام كده؟ مدام ال-Base B يبقى ده N-B-N. مدام ال-Base N يبقى هو B-N-B. طيب صعبة شوية وانا عايز واحدة أسهل. شوفت السهم ده؟ اه. لو السهم ده خارج يبقى N-B-N. لو السهم ده داخل للقاعدة يبقى B-N-B. طيب السهم ده بيبقى موجود دايماً على ايه؟ على الخط بتاع ال-N متر. شوفت؟ اهو N متر اهو. هتلاقي على طول السهم ده موجود. امتر اهو هتلاقي السهم ده موجود. طيب انا عايز اعلمها بحاجة كمان. شوفت السهم ده؟ اه. شبهه ان هو بيبقى عبارة عن ضيود لي موجب ولي سالب. الموجب على طول اللي هو الانود اللي هو بيبقى قعدة المسلس. لو قعدة المسلس متوصلة بالامتر يبقى هو B-N-B. لو كاسد بتاع المسلس واصل للامتر يبقى هو N-B-N. يبقى على طول علم الحتة دي. لو السهم باصص على الامتر باصص له يعني اللي رايح له يبقى N-B-N. لو السهم خارج من الامتر يبقى B-N-B. يبقى كده فيه نوعين من الترانزستور. نوع اسمه N-B-N. نوع اسمه P-N-B. امت اعرف ان ده N-B-N لو السهم رايح للامتر؟ امت اعرف ان ده B-N-B لو السهم خارج من الامتر؟ تمام؟ فيه فرق ما بين الاثنين فيه فرق كبير جدا وهنشوفها في التحليل بتاع المعادلات. طيب بيقولك الترانزستور ده يا عام منها بيشتغل في تلات مناطق. منطقة اسمها منطقة القطع او القط اوف. وده في الحالة دي ان الترانزستور ده منتاش متدله اي طائرات. فبالتالي هو مش شغال اساسا. ومنطقة بيسموها Active Region وده المنطقة اللي بيستخدم بها كمكبر للاشارة بتديله اشارة معينة بيديك هو اشارة اكبر منها. ومنطقة تانية اسمها Saturation منطقة الاشباع. ده بيكون الترانزستور مفتوح على اخره. اكنه Short Circuit بالزبط. تمام؟ طب احنا الوقت عايزين نتكلم عن الترانزستور في مرحلتين. في مرحلة Saturation اللي هو Fully On اللي هو مفتوح خالص يعني بيوصل الطيار كله. ومنطقة تانية اسمها Cut Off اللي هو فاصل خالص وما بيوصلش. طيار ليه؟ لان احنا بنقول ان الترانزستور ده مفتاح. الترانزستور ده او المفتاح ده. لا اما مقفول لا اما مفتوح. مقفول يعني بيمر طيار فهو في مرحلة Saturation. مفتوح يعني ما بيمررش طيار يبقى هو في مرحلة Cut Off. يبقى احنا هنتكلم في الفيديو النهاردة عن منطقتين. منطقة Saturation ومنطقة Cut Off. والله واحد جاب لي ترانزستور في دايرة وقال لي انا عايزك تعرف لي. الترانزستور ده بيشتغل كمفتاح؟ ولا بيشتغل كمكبر؟ طب اعرف منين؟ بكل اختصار بتشوف الجهد ده حوالين الكوليكتور والامتر. بص كده في مرحلة Saturation دي مرحلة Saturation ايه. دي كده Saturation. شفت النقطة الخضرة دي انزل تحت كده الجهد ده اسمه ايه؟ VCE. بيقول لك يا سيدي لما يوصل لمرحلة بيبقى الجهد حوالين ال VCE ده او الكوليكتور امتر او النقطة بتانية الكوليكتور والامتر بيبقى اقل من واحد فولت. والاقرب لاثنين من عشرة فولت. يعني ام تعرف ان ده شغلك كمفتاح لما قيس الجهد حوالين ال VCE او الكوليكتور امتر. لو لقيت الجهد ده اقل من واحد فولت يبقى هو في حالة Saturation. طب لو لقيته بيساوي جهد التغذية. يعني انا معي بطارية تسع فولت بقيس الكوليكتور امتر لقيته تسع فولت. يبقى هو في مرحلة ايه؟ شفت? كات اوف. اهي. اقصى جهد ده هيبقى في الكات اوف. طيب اقل جهد هيبقى في ال Saturation. ما بينهم يبقى بيشتغل كمكبر. اوكي? يبقى في الاول خالص. بقيس الجهد حوالين الكوليكتور. بقيس الجهد حوالين الكوليكتور والامتر. لقيته اثنين من عشرة فولت. او واحد من عشرة فولت. او خمسة من عشرة فولت. اقل من واحد فولت. معنى كده ان هو في حالة يعني ده شغال كمفتاح. طب لقيته 6 فولت والبطارية معي 6 فولت. يبقى هو بحالة يبقى هو برضو كشغال كمفتاح بس مفتوح. تمام بس لقيت بقى الوقتي استو. لقيت مسلا ان 2 فولت. لا يبقى ده اكتف ريجون يبقى هو شغال كمكبر. دي منطقة حلو قوي واحنا الكيرف ده بيبقى صعب كشرح بس احنا لخصنا يعني بكل اتصال. طيب. ده احنا قلنا ان هو باخد اشارة الصغيرة كهربية باخد طيار صغير اوي على القعدة يبدأ يديني طيار كبير ما بينولك اونا اعلم بعلامة كل ما طيار القعدة ده يزيد كل ما طيار ده يزيد اسبتarat به. شفت ده رافظت المنطقة دي شفت الخطوط الزرق كتير دي طيارات القعدة بيقول لك طيار القعدة هنا صغير قوي فتلاقي ان الطيار بتاع C20. زاد شوية تلاقيه يزيد. اللي اختصار في الكلام ان الترانزيستور من النوع البي جي تي بيبولر جانكشن ترانزيستور ده بيبقى الطيار بتاع الكوليكتور بيتناسب ترضي مع الطيار بتاع البيز اددته طيار كبير في البيز هيدينا طيار كبير في الكوليكتور اددته طيار صغير في البيز هيدينا طيار صغير في الكوليكتور يبقى احنا كده شفنا الموضوع بشكل كامل شفنا انواع ترانزيستور شفنا ازاي تعرف الان بي ان بالبي ان بي عرفني امتى تعرف ده شغال كمفتاح او شغال كمكبر او في حالة الكات اوف وهكذا نبدأ بقى نشوف بعض المعادلات الصغيرة وطبعا الكلام ده هنطبع على عملي فالموضوع هيبقى ممتع اكتر طيب بقول لك يا سيدي انا الوقتي معايا طيار صغير اوي على القاعدة دي عايز اشغل بها لد فعمل حساباتي عن طريق ايه مش انت معاك الجهد ده ده بنسميه جهد البي سي سي او جهد التخزية ودي كده الار اتنين دي بنسميها الار بي او المقاومة بتاعة البيز والنقطة دي هي نقطة الامتر شفت السهم الوقت رايح للامتر ولا جاي منه رايح له يبقى ده من نوع ان في ان تمام كده عايز بقى احسب الحسابات دي بيقول لك يا سيدي ان الطيار اللي ماشي في الكولكتور بيساوي الطيار اللي ماشي في البيز في حاجة اسمها البيتا ايه هي البيتا دي معامل التكبير بتاعة الترانزيستر يقول لك لو خدت منك واحد ميلي امبير هديك ميت ميلي امبير يبقى البيتا هنا بتضربها في مية يبقى معامل التكبير هنا مية يبقى انا عرفها منين بخش في الداتاشيت ابحث عن حاجة اسمها الاتش اي او دي سي كارنط جين هتلاقي مكتوب لك مسلا مية ساعات مية وخمسين ساعات متين يبقى ديت هي البيتا من الداتاشيت وهنبقى في حلقة مفصلة عن زي تقرب داتاشيت وتشوف اكتر قيمة واقل قيمة والحاجات دي كلها تمام كده يبقى البيتا دي هي معامل التكبير الاي اللي ماشي فيه الليد دي اللي هو الاي كولكتور بيتناسب ترضي مع الاي بي اذا الاي بيز زادت هيتضرب في معامل تكبير فالاي سي هتزيد طيب انا عايز احسب بقى انا الوقتي عارف ان الليد دي عايزة 100 ميلي امبير عشان تشتغل فانا كده معايا طيار ايه الاي سي هحطه ب100 ميلي ومعايا البيتا من الداتاشيت لقيتها 100 ومعايا الاي بي هو المجهول يبقى 100 على 100 يديك الاي بي دي بواحد ميلي امبير فالحسابات الوقت ايه الحسابات الوقت ان انا حطوا مقاومة قاعدة تمرر لطيار قاعدة مقدره كام واحد ميلي امبير الفي سي سي معاك كام تسعة اهي الفي سي سي هنا تسعة الاي بي ده عايزوا واحد ميلي امبير الار بي هي اللي مطلوبة اللي ايه هنا ناقص السبعة من عشرة ايه السبعة من عشرة دي بيقولكا سي دي الحاجة او الجنكشن ما بين البيز و الامتر بيعتبروها اكنها بالضبط ضايد طب والضايد عشان يمرر طيار مش هو باخد ضريبة سبعة من عشرة فولت اه يبقى عشان الطيار يمشي من البطارية يمشي في المقاومة يروح للارض لازم تدي للضايد ده ضربته سبعة من عشرة فولت طب و لو مادتهش يبقى القاعدة دي بالنسبة له او بن سيركت الطيار ييجي هنا يمشي 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 في المقاومة يلاقي المنطقة ده وعايز يوصل لالارض يعايز يوصل لكود من خفض يلاقي ان الدايود دي في حالة لانه مخدش السبعة من عشرة بتطوعه فبالتالي ما يمرش طيار فيه. تمام كده? يبقى السبعة من عشرة دي هي والدايود اللي ناتجة نتيجة تكاون جونكشن من النوع بي اللي هي كبيز والنوع ان اللي هي كامتر. الموضوع مساعم بس خلي بالك وركز شوية. فاحنا حسابنا حساباتنا لقينا مثلا اللي واحد وسبعة من عشرة ملي امبير. فخلاص كده احنا عارفين ان هي عبارة عن الواحد واحد وسبعة من عشرة ملي امبير في مية. فهتلاقي ان الطيار اللي هيمر هنا قادر ان هو يمر لحد كام? مية وسبعين ملي امبير. فالمعادلة دي محتاج بس ان انت تطبق عليها. هي معادلتين. الطيار اللي مر هنا ما هو الا في الطيار اللي بيمر في ده اللي هو تقدر تجيب كمتة او تجيب القيمة المقاومة اللي تسبب مروره من المعادلة دي هو جهد الدخل. نقص الطيار اللي هيمر في القاعدة في اللي هي مقاومة القاعدة. السبعة من عشر اللي هي ايه? سبعة من عشر دي بتاعت ايه? بتاعة النتيجة مع اللي هي بتاعت الموضوع سهل قوي ومفهوش اي مشكلة. طيب طيب احنا اقولنا هنا احنا اقولنا هنا كده الشرح الاكاديم ان انت ازاي 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 تحسب الحسابات الاجدبي احنا عايزين بقى حاجة فنية كده. الترانزوستر داي يشتغل امتى? اقول لك يستغل لما يكون جهد القاعدة. جهد القاعدة اللي هي دي. قبل للمقاومة اللي بعدها. بعد المقاومة دي. القاعدة بالنسبة لي. دي مقاومة قاعدة. يبقى دي القاعدة النقطة دي. اكبر من الامتر بمقدار سبعة من عشرة فولت. يبدأ يمر طيارة هنا. بغض النظر بقى عن كمتة الطيارة. تعمل كده? يعني عشان اقول لك ان الترانزوستر ده اشتغل لازم تديني النقطة دي. اللي هي النقطة دي. اللي هي بعد المقاومة اكبر من النقطة بتاعت الامتر دي بسبعة من عشر. طب توضح امتى? تفضح في البي ام بي. خلينا بدون الدخول في حسابات في البي ام بي. نقول الترانزيستور داي يشتغل امتى? والله ده الباش مهندس احمد قال لي ان الترانزيستور داي يشتغل لما الامتر يكون ايه? اعلى من البيز او الجزء بتاع الامتر اقل من البيز هنا في الحالة دي الامتر اقل من البيز او البيز اكبر من الامتر بسبعة من عشر. طب اشمعنا البيز اكبر من الامتر. نقلن البيز هي اللي متصلة بالانود. بالانود بتاع دايود ده. مش ده احنا ما اعتبرينه دايود? اه. يبقى البيز دي? اه. يبقى البيز دي لازم تكون النقطة دي اعلى من دي بسبعة من عشر. عشان يبدأ الدايود ياخده ويمرر طيار. طيب انا عايز اعرف هنا بقى. طيب فين الانود بتاع الجزء ده او الدايود ده? هو الامتر صح? مش الامتر مش ده شكل بضايود. يبقى الانود متصل بامتر. الكسود متصل ببيز. طب امتى يمر طيار? بيقول لك يا سيدي يمر طيار امتى? لما الامتر يكون جهده اكبر من البيز بسبعة من عشر. طب اشمعنا بقى تمليفات بيز والتانية امتر. لان الدايود هنا الانود بتاعه نحية الامتر. فعشان يمر الطيار لازم يكون جهد الامتر اعلى من جهد البيز بسبعة من عشرة. اول ما يلاقي الجهد ده كده? يمرر طيار اسمه الاي امتر. ويبدأ الاي امتر ده الجزء. جزء منه يروح في الكوليكتور فيسموه اي سي. اللي هي بيتا اي بي. وجزء اي بي. بس كده. طيب. ويبقى المعادلة دي نفسها. البي سي سي. تمام? هنمقص منها السبعة من عشر اللي هي بتا الامتر بيز جنكشن اللي هيوضيه ده. بعد كده الاي بي في الار بي. طيار الاي بي في الار بي. ماقص البي بي. جهد البيز اللي هو نتيجة ايه? الار اتنين دي. تمام? اللي هو هنا بصفر. تفاهمني في الحتة دي? حاول تمشي ايدك فيها كام معادلات. بس دي كده جزء البي ام بي. طب انا عايز الوقت اعمل دايرة تشغل لد بضغط زرار سواء كان او بي ام بي. طب انا عايز اسأل سؤال تاني. لو الجهد هنا اتناشر فولت. والجهد هنا كام اتناشر فولت. هل البيز ده يشتغل? هل الترانزيستور ده يشتغل? والله هاجي هنا اسأله انت معك كامت? هيقول لي انا معايا اا اتناشر فولت. فلازم يكون الجهد عند البيز دي كامت حداشر وتلاتة من عشر عشان يكون في فرق هنا سبعة من عشر. بس ده في هنا اتناشر فولت. فما فيش اصلا فرق جهد يمشي في الطيار. فبالتالي الجهد هنا هتلاقيك كبير قوي. فبالتالي الترانزيستور ده صغير. عايز اا يمرر طيار كبير. فبدل الطيار الصغير ده لالقاعدة. فترانزيستور بيضور ويفتح لي المسار ويمرر لي الطيار اللي انا عايزه. بيمرره لي من من? من البطارية او جهد التغذية اللي معي. وكده نكون وصلنا لنهاية النظر بتاعي النهاردة. هنبدأ بقى نشوف التجارب العملية ان شاء الله. انا مبيك يا صديقي في الجزء العملي هنتكلم النهاردة عن عملية ترانزيستور من النوع اثنين ان اربعة اثنانات اللي هو ترانزيستور ده. اول طرف اللي هو الطرف اللي على اليمين. بيبقى الكليكتور. الطرف اللي في النص هو البييز. الطرف اللي على اليسار كده. ولا على الشمال هو الامتور. هنبدأ ان نحطه بالشكل ده كده. طيب ده كده. الكليكتور اتحطه. بالشكل ده. كده. كده بيز امتور تمام? عايزين نعمل ايه بقى في الليلة دي. عايزين لد. تنور. ونشوف الحسابات بتاعتها وهي من ورقة. هتنور ازاي? انت معاك اللد بالشكل ده. فيها طرف اطول من طرف صح كده. الطرف الطويل على طول هو الموجب. او الطرف اللي جوه هنا فيه حتة صغيرة كده حديد صغيرة. هو اللي دايما بيبقى موجب. طيب هنوصل الثالب اللي هو الكاسود بالكليكتور. تمام كده? بالكليكتور. ونوصل مقاومة واحد كيلو بالانود. وبي ايه? بالانود هنا. اللي هو اللي تحت ده. هنوصل بالانود ونوصل بالخمسة فولت. كده. ده كده الانود. هنوصل طرف بالانود. وطرف مش بخمسة فولت بقى بطرف بالبطارية اللي معنا ده بس. تمام? كده لما الترانزوستور ده يشتغل. هيبدأ يمر طيار من المقاومة للليد يمشي في الترانزوستور المفروض ونروح لي الجراوند. فعشان نودي لي الجراوند. عايزين نعمل ايه? نوصل سلك بالجراوند. هنوصل سلك كده. من هنا. لي الجراوند هنا. كده اللي حصل ايه? في الطبيعة لو وصلت البطارية عمر اللي ده ما تشتغل لان ترانزوستور في حالة مجرد ما تدي له طيار على القاعدة بتاعته ويبدأ مرة هيرفع شغل الليد. فعلا هنعمل ايه? عايزين هنجيب هنا مسلا آآ مقاومة عشرة كيلو. ونوصلها مع الطرف اللي في النص يبقى احنا كده واطلناها مع القاعدة. كده. وصلناها كده مع مين? مع القاعدة. سنوصلها بشكل افضل. تمام? كده مقاومة عشرة كيلو. اتوصلت مع قاعدة الترانزوستور. تمام? احب قاعدة الترانزوستور. اتوصلت مع قاعدة عشرة كيلو. طيب عايزين ايه كمان? عايزين نجيب سويتش. بالمنظر ده كده. نحط طرف هنا. كده. وناخد الطرف الثاني اللي هو الاحمر نودي لي التسعة فولت. كده اللي هيحصل ايه? مجرد ما ضغط على سويتش ده. هيمر طيار من التسعة فولت. يمر في المقاومة عشرة كيلو. يدخل في قاعدة الترانزوستور فيفتحه. اول ما يفتح الترانزوستور بيبقى عبارة على طول اعتبالها الشورت سيركيت. فيمر طيار من مقاومة الكيلو. يمر في اللد. يرجع لك دعو. فخلينا نوصل البطارية. احنا البطارية معنا هيا. دي طرفاني البطارية. خلينا في البداية خالص نقيس جهدها. نقيس جهد البطارية بالزبط. تسعة واتنين من عشرة. جهد البطارية تسعة واتنين من عشرة. اده كده الموجب. وده السلوب. المفروض ايه? لما اضغط على سويتش ده. الليد تنور. كده ها. الليد تنور. طيب احنا عايزين نخليها من وراء على طول. نشيلها بس نعمل على السويتش. وعايزين نشوف الجهد حواليها كام. الجهد حوالي المقاومة دي كام? لا تطرف. تمانية واحد من عشرة فولد. تمانية واحد من عشرة فولد. طيب. المقاومة دي كميطة كام? المقاومة دي كميطة عشرة كيلو. فاحنا لما نقول له ان تمانية واحد من عشرة على عشرة تلاف. بيديك الرقم ده. هتضربه في الف. هيديك تمانية من عشرة ميلي امبير. احنا قلنا ان معامل تكبير الترانزوسطر ده مية. فهتضرب في مية. فيقول لك ان طيار الكوليكتور يقدر يديك لكام? واحد وتمانين واحد وتمانين ميلي امبير. طيب باللد دي بتشتغل بقدي? الليد دي بتشتغل باتنين فولت عشرة ميلي امبير. فالمتوقع ان باقي الطيار ده يبقى موجود على المقاومة اللي اقل عشرة كيلو. فخلينا نحط على المقاومة عشرة كيلو كده. كده حوالي ستة فولت محطوطين على المقاومة قدرها عشرة كيلو. فلما تيجي تقسم بقى الستة فولت على مقاومة واحد كيلو عفو. على الف. في الف. حوالي ستة ميلي امبير ده طيار مناسب قوي ان هو يمر لللد. معنى كده ان ده في حالة ايه ساتوريشن ولا في اكتيف ريجون ولا في قط اوف. اولا هو مش في قط اوف ابدا. ليه? لان الليد من وراء. يعني المفتاح مفتوح. احنا باعيزين نعرف هو في ساتوريشن ولا في اكتيف ريجون. فهنبدأ نقيس الجهد حوالي الكوليكتور والاميتر. جهد صغير جدا. شفت كده الجهد فين? صغير قوي. معنى كده ان هو في حالة دي كده الفكرة من التطبيق على الان بي ان ترانزوستور. بتقيس على كده بها اي حاجة انت عايزها. ممكن توصل مثلا الرلي. تبقى عارف ان طيار الرلي قد ايه? فبالتالت حطه بقوم القاعدة تبدأ تمرر الطيار المناسب في الرلي ده. طيب ده كده الان بي ان. هنبدأ نشوف البي ام بي. ده بقى النوع الثاني اللي هو من النوع بي ام بي. ده اه ترانزوستور من النوع بي سي اه اه كام ستة ابع زيرو. اول طرف ده هو البيز. اخر طرف هو الكوليكتور. تلت طرف هو الام متر. هنوصلها بالشكل ده. وهنعمل نفس الحركة بالزبط. في الام بي ان ترانزوستور قلنا ان هو مش هيبدأ يمرر طيار. الا ما جهد الام متر يبقى ازيد من جهد اللي يبقى عفوا جهد البيز يكون ازيد من جهد الام متر بسبعة من عشرة. هنا بقى العكس. في البي لازم يكون جهد الام متر ازيد من جهد البيز بسبعة من عشرة. فانحنا اللي احنا نعملوها نجيب مقاومة هنا واحد كيلو نوصلها بالكوليكتور. كده. ونجيب اللد. ويبقى معنا طرف هنا نوصله بي. طوام كده. بعد كده. البيز. هحط معيها مقاومة. عشرة كيلو برضو. طيب. بعد كده. هنوصل بالام متر بالخمسة فولت او بالتسعة فولت بجهد البطارية او بجهد المصدر اللي معاك. اهو. بجهد المصدر هنا. وكمان بقى ايه هنا هنعمل ايه? نحط هنا جهد على المقاومة المتوصلة مع البيز. جهد المصدر. ونوصل اكتاب البطارية. المتوقع ان البطارية دي او عفوا الدايرة دي ما اتنورش. ليه بقى? لان الفرق ما بين الام متر ما هوش سبعة من عشرة بالنسبة للبيز. لان كده انا حطت نفس الجهد بالزبط اهو. الطيار هيقف عند الام متر مش هيعرف يروح فين. لان اساسا البيز اللي هي دي عليها نفس جهد الام متر. شوفوا الجهد الام متر اهو. عليها نفس جهد البيز هنا. فعمره ما يتحرك. طيب لو انا مثلا عملت كده. اه ده هنا بدأ التنور. عملت ايه? نقلت جهد البيز على الزيرو. فبالتالي فيما صار الوقت يمشي في الطيار. طيب احنا الوقت عايزين نقيس الجهود برضو زي ما كنا بنعمل. فعايزين اول حاجة نقيس الجهود لحوالين المقاومة دي. تمانية واحد من عشرة برضو. ده نفس الجهد اللي كان اهي اوضح حالة. ده نفس الجهد بالزبط. اللي كان في حالة طيب نقيس الجهد حوالين الليد. مش الليد بقى حوالين مقاومة المتوصلة مع الليد. هنا كده. برضو بالزبط ستة من عشرة ستة فولت. نفسها بالزبط. او عفواني. برضو نفس الجهد الصغير. تمام? فهي اياها بالزبط بس الفرق راه في التوصيل. وكمة المقاومة دي هي اللي بتحدد قيمة الطيار اللي هيمره من او من في حالة في حالة في حالة فهي اياها ما بتختلفش سواء او من اللي بتحكم في شدة الطيار هو ده. المقاومة دي. امتى اعرف انه اوصل في حالة لما يكون الجهد حوالين اقل من آآ من الرقم الكبير بتاعه اقل من واحد من عشرة فولت. واحد فولت عفوان ممكن تكون اثنين من عشرة ممكن تكون اقل ممكن تكون ازيد. بس اقل من واحد فولت. والطيار اللي بتحكم فيه باضاية اللي ده هو بيبقى ناتج من طيار اللي هنا. طيار ده بيبقى ازاي? اصد طيار بيبقى ازاي? بيبقى من يمر في المقاومة دي يروح للارض. كل ما الطيار ده يكون ازيد كل ما نلاقيه اللي ده تنور اكتر. بس كده نكون وصل لنهاية فيديو النهاردة. لو عملك الفيديو ملتسيش اعمل اللايك اشترك في القناة وضفعل زر نتنبهيات عشان وصل كل جديد. شكرا نشوفك في حلقة جديدة والسلام عليكم.